يضطر أنه كان عمري عشر سنوات لأنه الأخبار كانت برغم أن الإمام هزم نعم لكن أنا تجدنا أنه انتصر أنه هو الذي انتصر ف وكنا في المعلامة الفلاحي الإمام يحيا في هذا الوقت في الحرب الـ 34 في هذا الوقت بسبب الهزيمة قرر أنه يحسن وضع الجيش فأرسل إلى العراق بعثة يمنية عسكرية بس الأستاذ حورش كان جسمه ما يحتملش العسكر فدرست دراسة مدنية نعم واستقدم أيضا من العراق بعثة عراقية تدرب الجيش منهم العقيد صفوات ومنهم جمال جميل جمال جميل وبعض الضباط الآخرين من العراقيين عدوا كلهم وبقي جمال جميل نتيجة أنه من المتمردين في العراق نعم يعتبر من المتمردين في العراق فعودتا إلى العراق معناها يروح السجن فبقية في اليمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر